أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان السؤال بصراحة وهذا اللي بسمعه بشكل متواصل شو الغرض من الكورونا الناس بشكل عام عم تصاب بالتعب والإرهاق والملل والزهق وكل ما بالطول العملية عم تتساءل الناس طيب شو الغرض من كل هذا الموضوع من هو السبب في هذه الجائحة العالمية هذا الوباء اللي وصل لكل العالم وكل مستويات الحياة بغض النظر شو الديانة شو عزمة الإنسان غني أو فقير رجل أو امرأة عم بيصل للجميع ودائما أسأل ليه الله بيسمح فيه وليه الله مش عم بيزيل هذه الجائحة ودائما بتسمع بصراحة طول الموضوع وأسئلة وأسئلة كثيرة في هذا الموضوع طبعا أنا عاوز أكون صريح مع كل شخص أنا لا أعرف كل الأجوبة لكن كل اللي بعرفه أنه الله حي الله حقيقي الله متصلت في ممالك الناس الله موجود الله يعرف كل شيء لا تختفي عن عيناي الله أي شيء في هذا الوجود ولكن أنا عاوز أشارك خمس أمور يمكن أنت عندك استنتاجات أخرى اللي أكيد الله بيتعامل فيها معك أنت شخصيا بس أنا عاوز أشارك إيه اللي أنا اتعلمته بشكل شخصي وشو الغرض من الكورونا أول شيء ابتديت أفهمه ولسيما بعد يعني إطالة هذا الموضوع لنا أكثر من سنة في هذا الموضوع ويكتشفوا الفكسين والتطعيم وكل الأشياء والأعداد عم بتزيد بشكل فظيع في كل أنحاء العالم طب شو الدرس اللي أنا بتعلمه أول شيء أنا اللي عرفته أنه الله بشكل فينا الله كيف بشكل فينا يعرف المرء أو يكرم عند الامتحان الله ما انتهى عمله فينا أو في حياتنا مكتوب أحبائي مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها سبق الله أنه الله هو اللي فعلا اللي عنده الرؤية الكاملة وإحنا بنأخذ رؤية الله لأننا تحفي عمل الله حتى نقوم بالأعمال اللي الله مجهز لنا إياها وكل عمل عملك أنت بيختلف عن العمل اللي الله مجهزه لإلي أنا شخصيا بس بغض النظر الله عم بيشكل فيك وعم بيشكل فيي عم بيعلمنا دروس جديدة وهذا التشكيل حتى عينينا تكون مفتوحة حتى نشوف الأمور الإلهية بأكثر وعي ويكون عندنا الحس الروحي والتمييز الروحي وهذا التشكيل حتى مش إنه نتراجع بل بالعكس نشكر الله على كل شيء فالله بعده بيشكل فينا بيسقل فينا حتى يشكل فينا الهوية والشخصية اللي الله عاوزك إنك أنت تكون فيها بطرس الرب يسوع يتعامل معاه مدة ثلاث سنين ونص لحتى امتلأ من الروح القدس ولكن من بداية المشوار الرب تكلم مع بطرس قال له أنت صفا أنا عارفك خابزك عاجنك بعرف مين أنت ولكن أنت رح تكون بطرس يعني في غرض الله أنت رح تتشكل بالصورة اللي أنا مجهزها لإلك حتى تكون فعلا عملاق في العمل المسيحي ده الستاني اللي تعلمته أو الغرض من الكورونا أنا بتكلم عن يعني أني شخصية أول شيء الله بيشكل فيي عشان أخرج وأكون صافة مثل الذهب حتى يحرق كل زغل وكل شوائب من حياتي شيء تاني أنا عم بتعلم وبتأقلم على وضع جديد وبحاول أكتسب عدات جديدة طبعا الملايين المشاهدين اللي بيعرفونا خلال السنوات طيل سنوات مضت أنه إحنا صباقين في موضوع القنوات وإنتاج البرامج ووصلنا إلى ملايين ملايين من النفوس ومئات الألاف إذا مش ملايين اللي آمنت بالرب يسوع المسيح وطبعا اللي تعود يعرف عن أخباري أنه أنا بسافر كتير ودايما عندي حملات كرازية وبسافر حتى نوصل بشارة المسيح إلى أقصى الأرض وكأنه كل شيء يعني كأنه عجلت الزمن وقفت وكأنه كل شيء توقف بعدين ابتديت أكتشف لا أنه غرض الله ورؤية الله وعمل الله لا ينتهي بس أنا محتاج أتأقلم ابتديت أتأقلم على الفيسبوك مثل ما بتشوفوا هاي الدراسات بشكل يومي ابتديت أتأقلم على مؤتمرات وخدمات كنسية عن طريق الزوم أو وسائل أخرى من التواصل الاجتماعي وهكذا الخدمة بدأت تأخذ حيز جديد إلى أن تنفرج الأمور وترجع تفتح الأمور مرة أخرى فإذن حاول أنك تتأقلم على وضع جديد من السهل أنك تتزمر من السهل أنك تتمل وتزهق وتبتدي تتساءل كل أنواع الأسئلة أو أنك تقول أوكي رب أنا بدي أتأقلم على وضع جديد أكون الصورة اللي أنت جهستني لإلها حتى أكون فعلاً الشخص اللي عنده رؤية وعنده هدف وعنده إرسالية اللي هي إرساليتك هي رؤيتك وهو هدفك أنت تعلم أنك تتأقلم وتكتسب أمور جديدة ولا سيمة في الخدمة شيء ثالث وهذا مهم جداً أحبائي وهون كلامي للكنيسة لجسد المسيح بشكل عام أقول أنه لما نشوف هذه الأمور عم بتصير معنا في هذه الأيام إحنا مطالبين ككنيسة نرجع ونأخذ دورنا الحقيقي الكتابي فاليوم كتير من الكنائس ابتدأت تتأقلم سياسياً اجتماعياً وابتدينا نكون مثل ما بيحكوها بوليتيك لكوريكت أنه عاوزين نساير كل المجتمعات وكل الدينات وبالحقيقة هذا الأمر ودانا بمية داهية بدل ما أنه نتقدم بدل ما حتى أنه الناس في هاي الموضوعات بتطلعوا على القيادات ولاحظ قبل السبي أنه الأنبياء مثل إرمياء مثل إشعياء إرمياء حسقيال وهكذا أنبياء الكبار والصغار كان دايماً بلوموا القيادات الدينية القيادات الدينية اللي هي كانت سبب تراجع المجتمع وتراجع الناس من معرفة الرب لأنه بدها تكون في المجتمع مرموقة سياسياً أو دينياً بتساير بالدين وبتساير في الاجتماع وهي المشكلة اللي هي الأرمياء بيتكلم عن الكهنة بيتكلم عن الرؤساء بيتكلم عن الأنبياء بيتكلم عن الحكام بيتكلم عن القضاء بيتكلم عن الملك وكل الناس اللي هي في منصب كأنه صار فيه فساد اجتماعي سياسي ديني من كل نواحي الحياة وكأنه صار الأمر طبيعي وإنه إحنا مدعوون نتقدس ونتغير ونتشكل ونكون على صورة يسوع المسيح في هذا المجتمع فيا كنيسة يا خدام الرب خلينا نرجع أنا يعني وأنت وكلياتنا نأخذ الدور الكتابي الدور الحقيقي ونتمثل بشخصية وبهوية يسوع المسيح في حياتنا شيء رابع وهذا أيضاً مهم لازم ندرك إنه الله له السيادة الكاملة على كل شيء وإنه أنا فعلاً لازم أرتاح في حضور الله هو اللي ماسك زمام كل الأمور الأمور أحبائي مش منفلتة يقول الكتاب وفيه يقوم الكل يعني كل شيء في هذه الكواكب والأكوان متماسكة من خلال قدرة الله من خلال يسوع المسيح فإذن خلينا نتذكر الله هو الحاكم هو المتسلط هو إله السيادة والسلطان المطلق على كل شيء وإنه إحنا بنتحرك مش بالعيان مش بالأمور اللي عم نشوفها وكأنه انتهى كل شيء وبنرثي حظنا وبنندب أمورنا وبنرثي لحالتنا لا 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 نحن نسلك بالإيمان عنا عمل والكنيسة نمت في أصعب وأحلك الظروف في الأوبئة في الأمراض في الاضطهادات السياسية والدينية والحكام وهكذا الكنيسة نمت في أصعب وأحلك الظروف فالتوبة هي بتبتدي في القيادات إحنا كقيادات محتاجين نتوب للرب ونرجع للرب بالنيابة عننا وبالنيابة عن كل الناس يعني بقول الكتاب هالك شعبي لعدم المعرفة في أرمية خمسين ستة مكتوب كان شعبي خرافا ضالة أضلتهم رعاتهم فالمشكلة أحبائي خلينا نرجع ككنيسة وخلينا ندرك أنه الله الله هو السيد الله هو المتحكم يقول الكتاب في سفر الجامعة أصحة خمسة إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد فلا ترتع من الأمر لأنه فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما تعرفوا حبائي في روميا تسعة اسمع ما يقول الرسول بولوس بيتكلم عن فرعون قديما إني لهذا بعينه أقمتك لكي أظهر فيك قوتي ولكي ينادى باسمي في كل الأرض تعرفوا لا ننسى من سونا من سنوات بسيطة عندما ربح الحكم الإخوان المسلمين في مصر وكلنا كنا نظن إنه خلاص انتهى كل شيء رح يكون الحكم لأربعمائة سنة هاي اللي كنا نسمعه لكن الشعب المصري كان مناضل مجاهد كل الدولة كل الجمهورية وقفت كرجل واحد هذا مصطلح كتابي ونزلوا في مظاهرات أكبر مظاهرة عرفها التاريخ وأقال الحكم وحاليا توجد حكومة جديدة فاللي عاوز أقوله الرب أقول عن فرعون اللي هو كان السيد الكبير اللي بيحكم كل الأرض بقول الرب لأجل هذا عينه أقمتك يعني الله أحيانا بقيم بيرفع بنزل عشان يظهر قوته ومجده وعشان ينادى باسم الرب في كل في كل الأرض بتذكر قصة استير عندما قال مرد خالي استير ومن يعلم إن كنت لوقت مثل هذا وصلت إلى الملك مين بيعرف إحنا وصلنا لحالة مدركين الله إلى السيادة بس إنت إلكتور مين بيعرف إنت موجود إنت مخلوق لوقت مثل هذا لهذا عينه أقمتك كل واحد بشاهدني أوعك يعني تتنازل كل واحد مننا إلو دور مهم جدا في ملكوت الله ونستطيع أن نغير الظروف والأحوال إن كنا متمسكين بالرب يقول عن الرب في دانيال وهو يغير الأوقات والأزمنة يعزل ملوكا وينصب ملوكا هو يكشف العمائق والأسرار في دانيال إصحاح 2 فإذا ما عاوز أقوله إن الله هو إلى الكلمة الأخيرة الله إله السيادة المطلقة الكاملة الله على العرش أحبائي ما تخاف الخوف بشل الوهم بتصير عندك أوهام بتصير تتحرك بسراب بدلا من أنك تتحرك بالإيمان أخيرا أحبائي مش بس إحنا لازم نتوب نرجع للرب إحنا ككنيسة كشعب كإنديفجول كفرد محتاجين إنه نصلي والصلاة هي حياة وأسلوب ونمط حياة لأنه لما نصلي أحبائي الله بيعمل عندها نور المسيح اللي فيك رح يكشف الظلمة الحق اللي فيك رح يفضح الباطل والضلال ونصلي إنه الرب يفتح العيون المغلقة وإن يكون في توبة ورجوع إلى الله هذه الصلاة اللي ممكن يتغير فإذن إحنا مستعدين لمجيء المسيح طبعا لازم يكون عن الاستعداد ولكن شو عملك اليوم في هاي اللحظة أنا بصلي إنه تبتدي الصلاة بنا نطلب وجه الرب نقول له يا رب يعني هذا المسكين صرخ والرب استمعه قل له يا رب ارحمني أنا الخاطئ أنا برجع بتوجك أنت الرب أنت الملك أنت السيد على حياتي وكياني على كنيستي على بيتي على شعبي وحط بلدك حط عيلتك حط كل الاحتياجات أمام الرب هو أعظم من أي طلبي وهو يستجيب أحبائي ويغير الأزمنة والأوقات فعلا يستطيع أن يعزل وينص يستطيع أن يتمم ما شئته في حياتك وفي حياتي اليوم إذا أنت شعرت أن الرب كلمك اعمل لايك واعمل شير يعني كون شريك معنا في الخدمة شارك أكبر عدد ممكن مع أحبائك والرب يكون معك